اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة انتم برح بعد تلي حاجة وتلي عايزين نطلعها وعلي عليها اه احيانا استوقفني بعض اللقطات بعض الومضات قد تكون في الرياضة قد تكون خارج الرياضة ولكن لها قيمة انسانية لو توقفنا امامها لأصبحت درسا في كل المجالات اه يعني احنا طب اشوفها لا قبل ما تشوفها احنا احنا كنا من ايام قليلة في مجمع اللغة العربية اي وكانوا ناس بيقولوا لي مش بنتمسك باللغة بتاعتنا فاللغطة دي استلهمت منها كيف ان من طين هذا البلد تنبط الثقاف من يتمسك بهويته فشوفوا بعد انه علق طب نشوف بلادي جنة الدنيا اتيه بها وافتخر ففيها الخصب منتشر وفيها الحسن مزدهر ومن سهل يموج على صراه الزرع والخضر وأشجار مورقة حنى اغسانها السمر رجل واقف بيزرع وبيروي في ارض مصر الطيبة التي انبتت مثل هذه الثقافة الثقافة استاذ ابراهيم ليست بالشهادات ولكن الثقافة والله ما انا عارف اسم الرجل ده ايه وارجو ان الناس تعرف اسمه الشارع المصري يعجه بهذه النمازج الطيبة اوي كل واحد فيهم يستطيع ان يعطيك درسا لما واحد زي ده متمسك بثقافة اللغة ويتعمد انه يتصور ببيديو وهو اقدامه تغوص في تين هذا البلد في تين العمل كمان في تين البلد وفي تين عمله وهو يبدو رث المظهر لكن غني النفس هذا نموذج نقول للأولادنا شايفين يا أولاد شايفين عظمة البسطاء هذا الرجل يفتخر بعمله وبيقولهم وانا لا اقل عنكم ثقافة دي رسالة في جملتين ده بيسترسل في قبيعة الشعر بشكل رائع شوف الالقاء شوف الاحترامة الذي تكتسبه في هذا النموذج نرجو ان احنا كل اللي يلاقي لقطة من تعلمنا حاجة تبقى حاجة برا صدوق كده نقدمها لمجتمعنا ولولادنا تعلموا من الشيء ده كان يعني ارهاصة مهمة جدا في تسليط دوء على مصري بسيط عظيم عظيم في لغته عظيم في انتماءه عظيم في احساسه بالبلد عظيم في شعوره حتى بكمة هذا الوطن الغالي طيب شوفنا مقالي ومقاله لكن يبقى الكلام المهم فيه